قناة الآلي في كل مكان مليون مبروك للنادي الآلي زي ما قلنا خطوة مهمة في ثلاث خطوات النهاردة الفوز على الزمالك بنتيجة ثلاثة أداف مقابل هدف يتبقى على البطولة مباراتين أمام ودي دجلة وفريق زد أنا معايا في هذه الأثناء الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني الفريق للنادي الآلي كابتن سامر تحياتي لكابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش الدكتور حمد سابت مباراة النهاردة إدارة مباراة فنية كابتن حشيش اتكلم من الكابتن سامر أدار المباراة فنية النهاردة إدى فرصة كتيرة مع تبديلات عملها في شوت تاني لما اطمل لنتيجة اللخاء خلينا أقول لك مبروك فوز مهم النهاردة والله يبرك فيك كابتن فاروق وطبعا برحب الناس اللي في الستوديو كابتن حشيش كابتن أحمد سابت وكابتن أسامة حسني مباراة طبعا مباراة كبيرة كنا عندنا مضغوطين بدلعيبنا يوم الاتنين الزمالك كاميراية عندنا لعيبة عندها أربع ثلاث انذارات أربع لعيبة عندهم ثلاث انذارين فطبعا كان في حرص جامد مركزين لأن المباراة كلها مرتبطة ببعض لازم نكسب الثلاث مباراة الزمالك فريق كبير عملنا مباراة مميزة جدا 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 اللعيبة التزمت بالتاكتك خيرنا التاكتك كذا مرة خلال المباراة لكن اللعيبة متضربين على الحاجات دي الحمد لله اللعيبة سابقة سنها بكتير من خلال الأداء من خلال التاكتك من خلال التنفيذ بحمد ربنا على الفوز وإن شاء الله ربنا يكلل مجهود اللعيبة ومجهودنا كلنا كجهاز مجهود الكابتن خالد ومستر مايكل بالفوز بالبطولة إن شاء الله كابتن سامر شفنا ما بين التباين ما بين شوطين اللقاء الشوت الأول اللعيبة الأداء اختلف في الشوت الثاني شفنا تحرر التنوع شوية في الجانب اللجومي شفنا من اللعيبة في الشوت الثاني قلت اللعبة إيه ما بين الشوتين أول حاجة إحنا غيرنا التاكتك بين الشوتين كنا بدئين المباراة بنلعب باثنين مهاجمين الشوت التاني لعبنا بواحد ستة واثنين عشرة طبعاً دي الطريقة اللي بنلعب بيها من أول موسم اللعبة اشتغلوا بيها كتير جداً بيبقى في دينميكية في الأداء وفي حرية حركة جامدة في الطريقة الأربعة، ثلاثة، ثلاثة اللي إحنا بنلعب بيها باثنين عشرة هدف في أول المباراة يقدر يدينا دفعة ونقدر بعد كده نحن نتحكم في سر المباراة خلالها بعدها ببدأ عمل التغييرات والتغيير في التاكتك كابتن سامر أخيراً فاضل خطوطين مباراة ديجلة ومباراة زد هتقول ليه اللعبة بعد المباراة وشاف المباراةين دول إزاي بشكر اللعبة جداً جداً مجهدين جداً جداً لعبين يوم الاتنين اللعبة بنقدي بكذا طريقة ده مش أي حد يقدر يعملها اللعبة عملين مجهود من أول الموسم بشكرهم عليه إن شاء الله ربنا يكلل تعاون بالفوز بالبطول إن شاء الله شكراً كابتن سامر وبالتوفيه في المباراة اللي جاي شكراً كابتن سامر مستمرين معاك ومهم جداً يكون عندك حارس مرمى يكون نقطة تحول في المباراة وشخصية حارس المرمى والفريق البطل لازم يكون عنده حارس مرمى تقد عمر كامل النهار ده واحد من نجوم المباراة تصدي في شوط اللقاء الأول كان هو نقطة تحول في اللقاء وقدر يحافظ على نظافة شباكو تصدى أيضاً لركلة الجزاء أنا برحب بعمر عمر برحب بيك على شاشة قناة النادل آلي مباراة كبيرة النهار ده يعني أداء كبير تصديك لكرة ضربة الرأس من اللعب أيمن أمير وأيضاً ركلة الجزاء مباراة كبيرة النهار ده يا عمر شكراً كابتن فاروق ده تعب تعب الأسبوع وتعب الموسم كله وإن شاء الله إحنا مركزين على الماتشين الجايين والحمد لله لمؤدية مرحلة وعدناها ونركز إن شاء الله في الماتشات الجاية إن شاء الله ناخد البطولة معارف إن فيه مجوك كبير جداً بيقوم به كابتن محمد فتوح معاك بيقول لك كابتن محمد فتوح قال لك إيه قبل المباراة استعديت إنت إزاي للمباراة دي يا عمر طبعاً كان بيكلمني في الماتش وكان بيكلمني في أجواء الماتش بيعرفني اللعيبة بتشوت إزاي وبعرفني جاء وريني برضو ضربات الجزاء اللعيبة بيشوتوا مثلاً علي مين وكده جاء بيحفزني قبل الماتش كتير الحمد لله وأشكر كابتن سامر طبعاً وقفته جنبيه وكابتن فتوح وكابتن أحمد وعملين معنا مجود كبير جداً الحمد لله رقلات الجزاء دائماً بتبقى نقطة مهمة جداً إنت من المتحب المدرسة تيفل في التصادر رقلات الجزاء توقع استنى اللاعب مع آخر حركة لي قل أنت بتتعمل بقني مدرسة أو كابتن محمد فتوح بيشتغل معاك على أن يشق لا أنا كنت بتفرج على فيديوهاتهم كتير كنت بشوفهم بيشوتوا فين شفت كام لعب وكذا لعب فأنا حافز قبل ما يشوت فأول ما دخل الحمد لله كنت عارف ويشوتها فين بس أنا بتوقع يعني الحمد لله توقعتها صح مين مسلك الأعلى وتحبيب تقوله إيه كابتن محمد الشناوي طبعاً مسل الأعلى وأحسن جون في أفريقيا عايز تقولي لكابتن محمد الشناوي ورسالتك لكابتن محمد الشناوي الخلق قناة النادي الأهلي وإحنا مقبلين غداً على مباراة مهمة جداً أمامه فاق سطيف طبعاً هو اللي شايلنا المتشاط اللي فاتت وشايلنا مع المنتخب وإن شاء الله يقد كويس ويكون لي دور مهم جداً ناخد بطولة شكراً كابتن أسامة مستمرين معاك وتغطيطنا ومستمرنا مع حضرتك بنضميلي أحمد عبدين صاحب هدف النهاردة الهدف الثاني للنادي الأهلي أحمد ده برحب بيك على شاشة طهق قناة النادي الأهلي وبالضبط كابتن أسامة بيقولي واحد من النجوم المباراة بالفعل على كابتن أسامة قال لي إيشهد كبيرة خلي بالك كابتن أسامة حسني دلوقتي بيقولي واحد من النجوم المباراة كابتن حشيش أشاد بيك دكتور أحمد ثابت النهاردة المباراة الكبيرة هي اللي بيبان بها شخصية اللعيب اللي يقدر يمثل النادر أهلي النهاردة أبرك لك على الأداء وأبرك لك على الهدف عبدين طبعا شكرا لك كابتن والكابتن كلها اللي هناك وطبعا الحمد لله وكنا نفسها نجزب المطش ده والحمد لله حصل وطبعا مبسوط جدا بالجنل اللي أنا جبته وبشكر ربنا يعني على الجنل اللي أنا جبته أحمد إحنا يعني قناة الأهلي بتنقل دايما المطشوات وبنتفرج لكن أنا دايما بتابع المطشوات وأعرف أن الكابتن سامر بيدي لك تعليمات في الزت في القرات السابتة أو الركلات الركنية بتطلع تكمل عايزك تتكلم على اللقطة دي والكابتن سامر بيقولك ايه طبعا أول حاجة بيقولها لي اللي أنا روح بقلب على الكورة دي أول حاجة كابتن سامر بيقولها لي وطبعا هو بقى في التمرين بيقول لي التحركات وأطلع إزاي أنا ومازن بيلعب جنبي وبالطريقة اللي هو بيقولها لي في التمرين أنا بيعاملها بالضبط في المطش وبلاي كرة جيلي الحمد لله النهاردة كابتن محمد واهبة المدير الفن المتخب مصر قاعد موجود بيتابع أشاد بأدائك وأشاد باللعبين خلاص احنا مقبلين على مرحلة صعبة جدا سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي شايف الفترة دي ازاي؟ طبعا فترة صعبة قوي مع النادي عشان لسه قدامنا مطشين والمطشين تكسبوا من ناخد دوري ان شاء الله هنكسبوا معني فلازم طبعا خلاص ننسى المطش ده ونركز في المطشين الجايين وفي المنتخب بقى يعني طبعا أي بطولة جاية لسن نكون جاهزين لها ونتمرن مع المعسكر وفي معسكر جاية وكده عايز تهدي الهدف النهاردة المين الهدف ده النهاردة تهدي المين لأحمد رضا عشان هو كان أقل اللي هجيب جون لأحمد رضا نتمنى له السلامة نشك